انطلقت مناسك الحج بتوافد حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم قبل التوجه من مكة المكرمة إلى شعيرة ميناء بعد صلاة الفجر فيما يعرف بيوم التروية في ظل إجراءات احترازية غير مسبوقة يخيم عليها شبح فيروس كورونا المستجد وسيتحول ضيوف الرحمن إلى ميناء بعد اكتمال مناسك اليوم الأول من الحج حيث سيؤدون طواف القدوم حول الكعبة المشرفة وأدى الحجاج هذه الشعيرة مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا حيث حددت السلطات مسارات للطواف مع وضع علامات لضمان حفاظ ضيوف الرحمن على هذه المسافات وبعد عملية انتقاء قامت بها السلطات السعودية إلكترونيا بين 558 ألف مرشح تم اختيار 60 ألف مقيم بالمملكة مع استثناء الوافدين لتأدية مناسك حج هذا العام التي تتواصل على مدى خمسة أيام مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم أدوا مناسك الحج العام قبل الماضي